السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعرب. النهاردة انا يعني دي من ضمن الفيديوهات النهائية بقى في موضوع الزواج عشان نختم موضوع الزواج ده. وانا بعمل لكم حاليا بعض الفيديوهات والتجميعات عن الزواج للناس اللي ما شافتش الفيديوهات القديمة فانا بعمل لكم تجميعات عن بعض المواضيع يعني بجمع مواضيع معينة وبحطها في اه يعني واحد كده لمدة ساعة تسمعوا الكلام اللي انا قلته كامل عن الموضوع ده. طبعا ممكن يكون في معلومات هربت من فيديو رحت على فيديو تاني فارجو من الناس ان هي تتابع الفيديوهات دي عشان تعرف كل اللي انا قلته بالكامل في موضوع معين مثلا اختيار الزوجة هالزواج داخل الفلبين زواج خارج الفلبين فانا بجمع لكم الفيديوهات دي وبعملها لكم عشان انتو تعرفوا المعلومات اللي انا قلتها قبل كده ممكن تكون يعني الناس ما اتمراجتش عليه. فالنهاردة اللي احنا هتكلم عليه حتى لا يحدث الطلاق. نوع اخر فيديوهين او تلات فيديوهات اللي اما فضلين عندي في حتى لا يحدث الطلاق حتى لا يحدث الطلاق لا بتكلم فيه النهاردة هتكلم على الفلبينية وحد جزء صغير لحد لا يحدث الطلاق في دول العربية كمان يعني هضيف دي على دي. وحتكلم من الطرفين من طرف الزوج ومن طرف الزوجة. بالنسبة الفلبينيين اولا حتى لو انت متزوج من فلبينية حتى لا يحدث الطلاق عشان ما تطلقش ارجو ان انت تتعامل مع زوجتك وزي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيدة محمد عليه الصلاة والسلام قال لك رفقا بالقوارير مش معنى ان زوجتك ان هي علت صوتها عليك ان هي معناها ان هي بتحترمك شو ممكن تكون متنرفزة ممكن عندها يعني لمؤاخذة او سورة في الكلمة العادة الشهرية بتاعتها حضرت او جت تمام او بوادرها او او اي شي يعني انت منقول التمس لاخيك سبعين عزرا لكن دي مراتك يعني دي يعني اولى بالمعروف اول واحدة المفروض ان انت تلتمس لها الاعذار فرفقا بالقوارير لما تيجي تعلي صوتها مش معناها ان هي خلاص يعني مش محترماك اصبر عليها وبعد كده حضرتك تمام تناقش معاها باسلوب محترم والله انت عليتي صوتك وكذا كذا كذا وده لا يصلح عندنا في الاسلام وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وعرفها عبها والله تطولت عليك زيادة تمام يبقى ده بقى يعني الموضوع عن كده لكن يعني برضو من من الادب ان انت ان انت تفاهمها او من المعاملة حسنة ان انت تفاهمها ان ده غلط واني انت عملتي غلط وانا تحملت عشان انت لما تيجي تتنرفز في يوم من الايام هي تتحملك وتقول لك والله انت عملت واحد اتنين تلاتة غلط وده لا يصلح وده بيحصل ما بينهم بين زوجتي والله يرحمها كان برضو نفس القصة كده لما بيحصل اي مشكلة تمام بقول لها بنسيب المشكلة خالص وبنتكلمش فيها وبعد كده لما بتهدى الامور خالص وانا بهدى من نرفازتي هي تهدى من نرفازتها قول لها واحد اتنين تلاتة اربعة غلط تمام فالمفروض ان انت كنت تتعمل كذا 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 فيا اما تعتذر لي يا اما انا اعتذر لها لو كان الخطأ من عندي والحياة بتعجل ربنا خلقنا وخلق الزواج او يعني اعمل حاجة اسمها الزواج عشان استمرارية الحياة استمرارية الحياة مش احنا داخلين مصرع الديوك مع بعضنا يعني انا مش عندي ديكين احنا مش داخلين مصرع الديوك اه انت رأيك لازم يمشي عليها وليس رأيها لازم يمشي عليها تمام دي اول شيء تاني شيء لازم انت تفهم برضو موضوع النسوية النسوية اللي موجودة على مستوى العالم هي فكر موجود في الفلبين قبل موجود في الدولة العربية. يعني فكر الناس هويدوت مثلا بقاله خمس سنين سبع سنين عشر سنين في الدولة العربية. لكن هنا في الفلبين بقاله اكتر من اربعين سنة او خمسين سنة. فانت تفهم استقلالية الزوجة واستقلالية حياة الزوجة واستقلالية انا قادر اشتغل اعمل اهبب اطين تمام? الفكر ده موجود عندهم. فان ازاي ان انت تتأقلم مع الفكر ده او تحاول تغير منه روايدا روايدا بالراحة شوية شوية عشان هي زي ما احنا قلنا برضو سيد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير. المرأة مخلوق من ضلع الاعود. اذا اردت ان تستقيمها انقسر. يعني انت بتتزوج الزوجة على ما هي عليها. اردت ان انت تخليها راجل زيك حتكسرها. اردت ان انت تستصلح من اشياء بالعافية حتكسرها. هتكسرها. والكسر هنا مش معناها ان انت هتكسرها تكسر لها ضلع ولا تكسر لها بلا. هتكسرها نفسيا من ناحية. هتكسرها نفسيا من ناحية هتبقى مش طيقاك. ايا كنت انت بقى. ايا كنت انت هيرو بطل بتمسك لها سيف طول النهار. ما اربجيه بتدفع عنها. هتكرهها. فاللي احنا بنتكلم فيه بقى ان انت ازاي تكون ملكش يعني انا عايز اوصل المعلومة. ما يكونش لك لازمة. يعني ما عندكش اي طاقة ان انت تشتغل او الكلام ده. وتلاقي زوجتك بتدفع عنك. تلاقي زوجتك بتقف قصاد الناس عنك. ده انا بوصل بس معلومة عشان الناس هنا اه في بعض منهم بتعامل بالعنتريات. ان انا عنطر اه شايل سيفه وبعد كده بيفاجأ ان زوجته هي لمدخل السجن. وعنتر ده كسر قدام مراد. فمن ايه من العنتريات دي? العنتريات اللي هو انا وانا 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 واحنا لنا باع كبير اوي بسم الله ما شاء الله عليه في اه في الشعر في العنتريات تمام بيكون اه متنيل بنيلة ولا عارف يدفع عن نفسه تمام وقولك اه السيف والليل والبيداء يعرفون يعني تمام اه والرمح والقرطاص والقلب ما كانش بيعرف يدفع عن نفسه وكان بقولك السيف والليل والبيداء وتعرفون يعني مش عارف يدفع عن نفسهم بين شوية حرمية يعني. وعندنا بقى ايه المجاهرة بقى بان احنا الهازمين للاعداء وان مش عارف ايه. الكلام ده انساها هنا حضرتك في الفلبين. الفكر والثقافة دي انساها هنا في الفلبين. مش موجودة. مش موجودة. ولو حاولت انت تتعامل مع ناس بنفس الاسلوب ده. هتلاقي نفسك ان انت محطوط في حطة صد. فعليا. فعشان ما حصلش طلاق لازم تفهم الكلام ده. ثانيا اختلاف الثقافة بين المسلمات اللي موجودة في الدول العربية ومبين المسلمات اللي موجودة في الفلبين. هنا هتلاقي مسلمات هنا هنا. اه اه يعني عندهم فكر. طبعا الناس تيجي هنا بقى على ايه? على كتباته. على دفاو. على اه سلطان قدرات. اه اه يجي يدور بقى على اللي هو ايه عايز مسلمة منقبة. مش عارف ايه. ويفاجأ. انه يجي هنا يلاقي فلبينيات مسلمات. قبل عن جد. ومن اشهر عائلات موجودة في الفلبين من اصول مسلمة. وممكن يكون اصولهم من اصول الاشراف كمان. ومش متحجبة ولا بتصلي ولا بتصوم ولا تعرف اي حاجة. وبعد كده يحكم على البلد كلها ان هي على نفس النظام. او يحكم على الستات اللي موجودين في الفلبين على نفس النظام. رغم ان هو مش فاهم اي شيء. فحضرتك اختلاف ثقافة. ازا كانت البلد الوحدة اللي احنا بنكون عايشين فيها. ان كانت مصر او الكويت او السعودية او الاردن او او فلسطين او اي بلد. البلد ذات نفسها بتختلف من محافظة لمحافظة في العادات والتقاليد والثقافة. ما بلك بلد بينك ومنها عشر تلاف كيلو. او تمن تلاف كيلو. او اتناشر الف كيلو. كنت انت في المغرب او في الجزائر او في حتى لو في الامارات تمن تلاف كيلو. فانت البلد ذات نفسها يعني مسلا امارة عجبان تختلف عن امارة ابو ظب. اه الناس اللي عايشين في شمال السعودية تمام يختلفوا عن جنوب السعودية. الناس اللي عايشين في الجهرة يختلفوا عن اللي عايشين في الوفرة. يعني من العادات والتقاليد. اللي عايشين في البحري في مصر تمام وشارق الدلتة وغرب الدلتة ووسط الدلتة يختلفوا عن صعيد مصر في العادات والتقاليد والثقافة. ما بلك انت بقى بلد بعيدة عنك خالص فوق العشر تلاف كيلو او التمن تلاف كيلو. طبعا لازم حتكون مختلفة في ثقافات كتيرة جدا. فما تجيش تبني ثقافتك اللي انت عايز تجيبها دي. حضرتك تجي تحطها هنا. وبعد كده اه منتظر ان الموضوع لازم تكبره على الست. وبنتظر ان هي تنصاع لك بكل الاوامر. اه مستحيل. فده اللي احنا بنتكلم فيه. بنتكلم برضو بنشق العربي بقى. تمام? وبنشق الزوج. الزوجة الفلبينية مطيعة جدا. من اكتر الزوجات المطيعة. ويمكن اه افضل عليها الفلسطينية والسورية تمام? وتليهم الفلبينية. الفلبينية مطيعة جدا والسورية الاكثر والفلسطينية الاكتر والاكتر في الطاعة للزوج ورعاية الزوج. فحضرتك اه او حضرتك اه الكلام ده موجه للزوج. الزوجة بقى العربية ان كانت بقى اه كويتية سعودية مصرية مغربية تونسية جزائرية تمام? اي الشق يبتعد عن او اي مواطنة تبتعد عن السوريين والفلسطينيين. اه ارجو يعني رفقا بالرجال والله العظيم. احنا اه في بعض الرجال مننا بيتزلل في عمله. ويتقبل الاهانة في عمله. ويتقبل الاهانة في كرمته في عمله. وآآ بيتحمل ضغوط فوق ما تخيل. حضرتك ما تكونيش من ضمن الناس اللي انتي تحطي عليه زيادة. يعني اه بلاحظ ان بعض الرجال اه زي ما بتكلم كده ان الزوجة مسلا ممكن تزعق وتتحملها. بالنسبة للعربيات لا الزوجة بتفضل بقى تزعق وتزعق 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 والرجل يتحمل ويتحمل. ولما يجي يتكلم تمام اه اللي هي تعمل له ايه كماشة ده هو ايه 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 وتعيط وبتاع مش عارف ايه وانت ظلمني وانت كزا وانت كزا وانت كزا وانت كزا مشكلة معاه. ممكن في زوجات. يعني اه بتكون عايشة مع زوجها في نفس البيت ورفع عليه قضية اه خلع. بتكون عايشة في في نفس البيت ورفع عليه اه اه يعني اه مستحقات اه من عفش او قائمة الايمة اللي عندنا في مصر دي. تمام? او اي شيء او دهب. بتكون عايشة معاه في نفس البيت. و اه اه عاملة في بلاغ في المغفر والكلام ده كله. بتطلب منه ان هو يعيش معاها اه بالاكبار اه منصاع. طبعا الكلام ده خطأ. والكلام ده لا يصلح. ده بالنسبة للزوجات العربيات. اه الموضوع مش موضوع جمال. والله العظيم الموضوع موضوع جمال. ان الراجل بيكون جاي هنا الفلبين ان هو يتزوج عشان بيدور على واحدة جميلة. انت ممكن تكون انا بشوف في واحدة انا متابعها يعني ليست على قدر كافي من الجمال. يعني لو نقول مسلا خمسين في المية جمال. لكن هي ممكن تقدر تسيطر على زوجها. هي ممكن تقدر تسيطر على يعني احنا احنا كرجال احنا غلابة والله العظيم. عاملين يعني ايه? اه مجرد بس تعطفي عليه او تبطب عليه او او يعني تحنني عليه خلاص انتهى الراجل بينسى كل اي ذكرى وحشة تماما بينكم بينه. فانت حاولي بقدر الامكان ان انت تكوني امه واخته وامبراته وعاشقته في نفس الوقت. لان الفلبنية والسورية والفلسطينية بتعمل كده مع زوجها. مش برضو مصرع الديوك. وارجو من حضراتك حضراتكم حضرات السيدات شوفي محدودية جوزك. محدوديته هو مسلا بيتقاضى مرتب معين مسلا الف دولار الفين دولار. حاول ان انت تمشي على تمنمائة دولار او تمشي على الف وخمسمائة دولار. مش لازم تأفوري وتخليه هو يشتغل ويشتغل مش عارف ايه عشان هو اللي يعني تحس بقى وتتفشخاري قدام الناس انه جوزك بيرعاكم وهو انت بتحرق فيه. بتحرق فيه والله العظيم. الزوجة المفروض او العامة الاسياويات ما بتعملش كده مع زوجها بل بالعكس هي بتنزل وتشتغل. وزيادة على كده كمان برضو السيدة اللي بتيجي تشتغل من سيدات العرب. لا دي مصيبة تانية. اللي هو انا مستقلة. انا مش عارف ايه طبعا اخدين موضوع النسويات الجديد فلسه مستجد عليهم. فانا مستقلة. انا مش عارف كزا. انا حرة. اه حرة مين يا بابا? ده الاسيوات عندهم الموضوع دوت من الستينات والخمسينات فما تعيشيش الدور. ما تعيشيش الدور. الموضوع مستجد عليك انت لازم تفهميه قبل ما تتعامل بيه. فما تتنكيش بما تنفقيه على زوجك. زوجك بينفق عليك من زمان. اه اشتغلتي النهاردة بقالك اسبوع بقالك شهر بقالك شهرين بقالك خمس سنين. تمام? مش معناها ان انت خلاص ان انت اشتريتي جوزك. يعني في اه الاية بتقول الرجال قوامون عن النساء بما انفقه. فانت وهي مشاركة. مش معناها ان انت بقى خلاص ان انت طلبة انفقتي في البيت فانت تفرضي كمان كلامك. ولا لازم تمشي على كلامي ومش عارف ايه؟ وموضوع عناد وبرضه نرجع الموضوع الديوك المش عايز ينتهي ده. ده بالنسبة كمان للزوجة العربية في بعض العادات. بعض العادات اللي انا بشوفها. بالنسبة برضه آآآآ السيدة العربية آآآ ان هي بتتعامل مع زوجها في الموضوع الشق الحميمي. آآآ زوجك لو مقدرش انه يفرغ الحميمية معاكي او يفرغ الطاقة اللي عنده لان بيكون عنده كبته وعنده ضغطه وضغط شغله والكلام ده كل لازم فيه يعني حاجة تكون لحظة كده لازم تكون فيه يعني تفريغ للكلام ده فاذا هو ما قدرش يفرغ الكلام ده هيدور براه ويبتدي الخيانة ويدور على الخيانة وبعد كده يتجوز واحدة تانية والمشكلة الاكبر ان الزوجة بتقبل ان زوجة هيخنها لكن مايتجوزش عليها ودي مصيبة تانية تقبل ان هيخنها مع واحدة واثنين وتلاتة لكن مايتجوزش عليه لا هو انت مستعد ان هو يتجوز عادم فيش مشكلة لكن مايخنكيش اللي يخونك حضرتك واللي يخون دينه هو مستعد يخون اي حد اللي بيخونك ويخون دينه مستعد يخون اي حد او اللي يخون دينه اولا هو مستعد يخون اي حد فما تخديش الموضوع على كده ان هو يخون اه لكن مايتجوزش اركلي دي على جنب بالنسبة للرجال اللي موجودين في الدول العربية. اخر كلام اللي انا هقوله لكم حضراتكم حتى لا يحدث الطلاق. ما تبقاش عنيد بس. ما تصفحش دماغك على حاجات هيفة. ما تقفش على حاجات اه زي طلبت منك علبة مكياج مسلا ما فيهاش اي مشكلة يعني. طلبت منك اه زيزة بيرفيوم مسلا. فيهاش ادنى مشكلة. اه حبت تخرج خروجة مرة في السنة يا عم ما فيش ادنى مشكلة. يعني اه حاول تتصرف. حاول تتصرف. مش كل حاجة اجيب لك منين اعمل لك بين مش عارف ايه. حاول تتصرف يعني يعني في بعض الاشياء بتكون كده. والرجالة العولة. اللي هي بتقعد في البيت وبتنتظر زوجاتها ينفقوا عليها. دي اكبر مصيبة ودي شفت منها ناس في مصر وفي الكويت وفي الفيليب. عرب اللي هو منتظر زوجاته من الزوجة بيكون متجاوز اتنين تلاتة اربعة وهم اللي بنفقوا عليه. وشفت الكلام ده هنا وشفته في الكويت من عرب. من عرب ولاد ازكار الجنسية. مش من الكويتة كمان. لأ من عرب غير الكويتين. من هو قاعد متجاوز اتنين تلاتة هم اطلعوا يشتغلوا. تمام هو قاعد بمسك الشيشة عمال يشايش طول النهار. وبس وهم بقى اللي بنفقوا عليه ونفقوا على عياله والكلام ده كله. هم هو اللي بس ايه بيطلع على الاسبرم بتاعه بس عشان يعني ايه يعني الجينات الورصية. واكتر من كامل. اه مش عايز اطول في الموضوع ده عشان الموضوع ده في حوارات كتير قوي لا تنتهي. واشياء كتير لا تنتهي. وبدي لي يعني استشارات كتير لا تنتهي في الموضوع ده. فا اه يعني كل واحد قدرى بنفسه وان كان هو بيععد مع نفسك. اقعد مع نفسك. هل انت بتعمله صح ولا لا? وهل ينطبق مع دينك ولا لا? بس اكتر من كده مفيش. ده اللي انا انصحك. ويا رب اكون قفلتكم بشيء النهاردة. ويا رب تكون استمتعتكم. وان ريت تعملنا ونسبسكرايب وليك وشير تدعمنا في القناة وتزورونا على كل الرابط الموجودة في سندوق الوصف. ونستوضعكم الله لا يدر يتضيع دقائع. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة.